بونجور ويبينوني دوم ما شانيه ؟ إذا هل بحاجة بكتابة اليوم سوف اشترك قراتين رسائيه معي رستيه معي معوه لنراه design سلام أصدقائين انا تكونوا في أجمل الحوال هذا يومي نقدمكم قراتين ديال الخضاء جليكم معيه بشتشوفوا المقادير وطريقة تحدير سأخذ الأول لدينا مع البيض لدينا نقوم بالنصب تستمر البيض جميع البيض او بها اتفاق تحتاج البيض بيضان قطعة صغيرة تقدروا تعودوا الدجاج باللحم أو اللحم المفروم أو تستعملوا غير الخضر من غير اللحم في مقلة وضعت فيها القطعة ديال الدجاج و شوية ملح و شوية إبزار و الزيتون خلي الدجاج يتقلى كبيرة في نزرر تكلي spent اللحم أقضاء المثابة أقضاء كبيرة بتجمل أدفعء المثابة على المثابة قطعة صغيرة باركة أسلق و ندعها تم جدا مع عمل الجبانة او الزيتون خلي الدجاج يتقلى مليحة جو لس لبولي بيان روينيغ اي جوري بزوان او سي دو كورجت اي كورجت كو جو 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 او رندل اي لطر كورجت او مرسو ورح احتاج ايضا الكوسة او الكابوية رح احتاج اتنين او كوستين بالنسبة الولى رح اقتحها الى دوائر والتانية رح اقتحها الى قطع صغيرة او مربعة صغيرة او مربعة صغيرة جوري بزوان دو كورجت او رندل او او جو 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 ج فو او مرتفعом او تمرسو او جوري بزوان او دو او كاروت كو جو جفة رح احتاج ايضا الجزارتين اللي غادي نحكهم بهاتطريقة هدي تقدرو تحكوهم غيب اليد وراح أحتاج أيضا بعد ما حكيت الجزار راح أحتاج أيضا الفص ديال التوم وبصلة صغيرة اللي غادي نقطحهم قطع صغيرة وغادي نطحنهم بهاتل الالة هدي دونك جوغي بزوان اوسي ان اونيو ان بتي اونيو اللي غادي نقطحهم بهاتل الالة هدي وبعدين راح أخذ نفس المقلة اللي طيبت فيها او اللي قليت فيها الدجاج ونضع فيها البصل ووالتوم اللي قطع صغيرة دونك ميم بوال وو جمي لپولي اللي يا انكور الويل دو پولي جمي لنيو اوك لاي او لكاروت ونضع أيضا الجزار اللي حكيته نضع الجزار أيضا اللي حكيته وراح أضع أيضا الكوسة اللي قطعتها اللي قطع صغيرة 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 اللي قطع صغير اللي قطع صغيرة سوف نضيف قليلا من الملح قليلا من الملح قدروا تستعملوا الطريق الى كان عندكم موجود نخلي الكل يتقلى دونك جلس تو بيان روينير موسيقى اضعوا فيها الكوصا كبوية الخضرة وضعوا فيها زيت عادي وضعوا فيها دوائر الكوسا أو دوائر الكبوية الخضرة او الگرع الحضراء كما قلونها هنا سأضع دوائر ديال الكوسة دقيقتين فقط ونتقل بهم دقيقتين أو دقيقة بكلا الجهتين ونتقل بهم فجERT 2 منت ويأت بيود واختب في الشيخ العديد من 5 أحسنًا يتعني أسهلًا لدينا 5 أحسنًا ونضيفت 500 ميليلتر أضيفت 500 ميليلتر ونضيفت ممتازاة للضيقة يمكنك التقني على الممتازة من الممتازة 200 لاطل البعات هذا يمكنك التقني على مرآة ممتازه من البعض يمكنك التقني على التقني بشكل ممتاز لشكل جليد لايشيط لأن تتقطع ببيض ثم نضيف الخبز ثلاثة أو أربع قطاع الخبز حتى يكون مش مشكل نضيف له شوية ملح و شوية إبزار كالعادة أضيف سل و شوية إبزارة و شوية إبزارة و شوية إبزارة و شوية إبزارة ثم نضيف الخبز فقط نضيف الخبز نضيف الخبز جيدا نبا درح إحتاج سنية لدخل فران عندهم سنية لذو جاج لقي آن بزرق ينجز على الماء اللوجة له إلى الماء اللغة اللغة الأخرى qui entre au four celui-là qui se ferme et s'ouvre car sinon il va sortir le lait comme celui-là donc on ne met pas celui-là sinon le lait il va tout sortir ما نستعملوش هاد هاد المول هادا هاد القالب اللي كيتحل وكيتبل إلا وغادي خرجنا غال حليب من الجوانب donc le mول j'ai mis un petit peu d'huile sur les côtés avec le papier cuisson en bas في القالب بوضعت فيها الوراق الطهي من الأسفل وعلى الجوانب بوضعت الزيت وشميل سقليش أولا رح أضع على الخاليط ديا الجزار ولكوس نصف الكيميا فقط في الأسفل donc je vais mettre la moitié de mélange de carottes et de courgettes en bas en haut je vais mettre sur les carottes et le courgettes je vais mettre le poulet comme j'ai dit vous pouvez remplacer le poulet par la viande ou juste les légumes نستعمل أيضا القطع ديا الدجاج على نصف الكيميا ديا الجزار ولكوس كما قلت دائما تقدروا تستعملوا غير الخضر وعلى ناوار من فرماج من جود فلبي donc vous pouvez utiliser n'importe quel fromage vous avez à la maison mettre moitié des carottes et de courgettes et après je mets un petit peu du lait avec les oeufs ورح أستعمل الحليب مع البيض ورح أستعمل على الحليب والبيض أو على هذا الخليط الكوس التي قطعتها دوائر et sur ça je vais mettre les rondelles de courgettes et sur ce rondelles de courgettes je vais ajouter le reste du lait et des oeufs et un petit peu de fromage si vous voulez على هذا دوائر di lait ou lait 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 الحليب والبيض ونستعمل شوية جبن lait اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة